اشتركوا في القناة لتعليف الحيوانات الله يعزكم فهي علف معين اللي هو نبتة الألفالفة يسمى عندنا محليا الجت أو القت حسب اللهجة المحلية عندكم يكون ساعات بحبيبات ساعات يكون بمكعبات للحيوانات فالسؤال اللي يطرح نفسه أنا ليش أستخدم هذه المادة اللي هي علف في الزراعة الألفالفة فيها عناصر NPK عادة المعدل يكون 2-1-2 يعني 2% نيتروجين 1% فوسفور و 2% بوتاسيوم ولكن أيضا تحتوي على عناصر ثانوية كثيرة منها الكالسيوم الحديد الماقنيزيوم والزينك توفرها للألفالفة في الحديقة هذه العناصر الثانوية تكون أفراز بطيء ولكن الشيء الميزة اللي في الآلفالفة إنه هي مادة عضوية وتحتوي أيضا على هورمون نمو عضوي للنباتات فيحفز نمو في الجذور يحفز نمو قوي في الجذور ويحفز نمو خضري أيضا في النباتات الشيء والفايدة أيضا من الألفالفة في الحديقة اللي هي إنه يحفز البكتيريا المفيدة في التربة وينشطها فتبتدي هي أيضا تغذي التربة لما تتغذى على الألفالفة فطريقة استخدام الألفالفة بهذي الشكل جدا سهلة مجرد ناخذ كمية وننثرها على سطح التربة ما نحتاج كميات كبيرة مجرد كمية بسيطة لو قلنا يعني أصيص يكون مثلا أربعين لتر لو قلنا أصيص أربعين لتر ممكن هذه الكمية تكفي يعني كف واحد يكفي من الألفالفة وطبعا كلما صغر الأصيص نقلل الكمية فحتى في الحديقة على الأرض ممكن بس مجرد ننتر نثر خفيف ومع الري راح تنتفخ وتبتدي تتفكك وتتحلل وتغذي للتربة في البعض ما يحب مظهر الألفالفة بهذه الشكل وبالذات لما يرتوي شوي ينتفش ويبتدي يتحلل فما يحبون هذه الشكل الحال بسيط ممكن أخلي في علبة أو شيء ورش رش بسيط بالماء راح ينتفخ وبعدين ممكن أفتته باليد فيصير كأنه نوع البودر أو الألفالفة ميل يعني يكون مطحون كأنه ومجرد أنثرة نثار على سطح التربة فيكون ما يبين يصير نفس يعني كأنه ناثر قهوة أو ناثر تربة على سطح التربة نفسها يعني فما راح يبين الألفالفة جدا مادة مفيدة وغنية ويعني تغذت النباتات والحديقة بشكل مميز وكمادة أيضا رخيصة فمن ناحية وين ممكن أن نحصل الألفالفة الألفالفة هذه نحصلها في الأماكن اللي تبيع الأعلاف للحيوانات الله أعزكم في منها عضوية 100% وفي بعضها تحتوي على مواد كيموية فإحنا لما نشتري مادة الألفالفة نحرص أن ناخذ الألفالفة اللي ما تحتوي على أي مواد كيموية تكون عضوية 100% على أساس نضمن أن تكون خالية من هذه المواد الكيموية وأأمن للاستخدام في الحديقة فهذا تعريب سريع ومبسط لمادة الألفالفة أنصحكم تجربونها في الحديقة اللي يقدر يحصلها عادة تكون سهلة يعني متوفرة واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركها في قسم التعليقات وإن شاء الله رح أحاول أجاوب أسئلاتكم بأسرع وقت ممكن وأتشوفكم إن شاء الله في الفيديو اليوم في أعمال الله